السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصفة الخامس ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر مح نستعد سويا قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة درسي لهذا اليوم هو ترتيب طاولة الطعام ترتيب طاولة الطعام الهدف العام معرفة ترتيب طاولة الطعام الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة مكونات طاولة الطعام أن يجهز الطالب والطالبة طاولة الطعام قبل وضع الأطباق أن يتعرف الطالب والطالبة على عدد الأفراد الذي يجهز لهم طاولة الطعام أن ينقل الطالب والطالبة أدوات الطعام ويضعها على الطاولة أن يتعرف الطالب والطالبة على أهمية استخدام أدوات الطعام ماذا ترون هنا يا أبنائي هنا لدينا طاولة وكراسي لا بد أن أحضر عليها هنا الأكل والشرب أأكل على الطاولة وأحضر الأدوات اللازمة ماذا أحتاج للأدوات اللازمة للأكل والشرب ماذا أحتاج أحتاج لماذا يا أبنائي للصحن أحسنتم صحن كبير وصغير وماذا بعد الكأس أحسنتم يا أبنائي والملعقة والشوكة والسكين وكذلك الكأس يا أبنائي هنا أحضر الأدوات اللازمة للأكل والشرب هنا لدينا الطاولة لا بد أن نحضر الأكل والشرب على الطاولة لدي هنا أربعة أشخاص أحضر لهم الطاولة وأجهزها لهم لا بد يا أبنائي قبل وضع سفرة الطعام ماذا أفعل في الطاولة يا أبنائي ماذا أفعل أنظف الطاولة أنظف الطاولة يا أبنائي أنظف الطاولة يا أبنائي أحضر المنظف يا أبنائي أحضر المنظف والفرشة المستخدمة للتنظيف الطاولة وأضع المنظف على الطاولة هكذا على جميع الطاولة وأمسحها باستخدام المنشفة أمسحها جيداً أنظف طاولة الطعام قبل وضع السفرة والطعام عليها ونظفها جيداً يا أبنائي ونظفها جيداً وماذا أضع؟ أضع السفرة أضع السفرة على الطاولة هذه سفرة مخصصة للأكل والشرب عليها أضع السفرة على الطاولة وماذا أحضر بعد ذلك؟ أحضر الأطباق لدي أطباق كبيرة وأطباق صغيرة ووزعها على العدد قلنا العدد أربعة ووزع الأطباق الكبيرة وكذلك الأطباق الصغيرة هكذا وماذا بعد؟ لدينا المنديل المخصص لطاولة الطعام أضعه بجانب الأطباق ماذا بعد لدي في طاولة الطعام يا أبنائي؟ لدينا أدوات الأكل والشرب أدوات الأكل ماذا لدينا هنا؟ لدينا هنا الشوكة والملعقة وكذلك لدينا السكين المخصصة للأكل والشرب والملاعق الصغيرة أضع ووزع الملعقة على الطاولة وبعد أوزع الشوكة على الطاولة هكذا يا أبنائي وماذا بعد؟ لدينا السكين ووزعها على الطاولة ولدينا الملاعق الصغيرة ووزعها على السفرة وماذا نحتاج بعد يا أبنائي؟ نحتاج إلى الكاس ووزعه على الطاولة هنا أنتهينا يا أبنائي ماذا أحضرنا هنا؟ هنا الأطباق أحضرنا الطبق الكبير والصغير وهنا المنديل وأدوات الأكل الشوكة والسكينة والملعقة والملعقة الصغيرة والكأس هذه السفرة جاهزة يا أبنائي للأكل والشرب عليها هنا السفرة جاهزة لماذا أحضر هذه السفرة يا أبنائي؟ لأستخدمها أثناء الأكل والشرب وهنا لشرب الماء والعصير واللبن والحليب لابد يا أبنائي أن أحضر السفرة قبل الأكل هنا يا أبنائي السفرة في الصورة ماذا ترون هنا؟ هنا الأكل والشرب على السفرة وهنا لدينا الأطباق والكأس ما ينقص هذه السفرة يا أبنائي؟ ماذا ينقص هذه السفرة يا أبنائي؟ فكروا ماذا ينقصها؟ ماذا ينقصها؟ أحسنتم الشوكة والملعقة والسكين هنا ليست موجودة وماذا بعد؟ وماذا بعد هنا؟ هنا ليست موجودة هنا الكراسي لا بد أن نضع الكراسي على الطاولة هنا ترتيب سفرة الطعام هنا نشاط رقم واحد أرتب بالأرقام خطوات تحضير طاولة الطعام رتبناها سويا يا أبنائي وهنا لدينا في الصورة ماذا ترون؟ الصورة الأولى ترون هنا الطاولة والصورة الثانية هنا هنا الولد ماذا يفعل؟ يغسل يداه والصورة الثالثة هنا الولد ماذا يفعل؟ ينظف السفرة لا بد أن أرتب السفرة أولا أضع الولد يرتب السفرة رقم واحد ينظف الطاولة الولد ينظف الطاولة جيدا ينظف الطاولة جيدا ورقم اثنين ماذا يفعل؟ يضع السفرة عليها للأكل ماذا أفعل؟ أغسل يدي رقم ثلاثة أغسل يدي رقم ثلاثة هنا أنظف الطاولة وأضع السفرة على الطاولة وأغسل يدي جيدا رقم اثنان هنا صل الرقم المناسب لعدد الأفراد المناسب للطاولة ماذا ترون هنا الطاولة؟ كم كرسي على الطاولة يا أبنائي؟ كم كرسي على الطاولة؟ نعد سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أصله بالرقم المناسب وهو رقم خمسة أصله بالرقم المناسب وهو رقم خمسة خمسة هنا لدي الطاولة فيها خمس أشخاص نشاط رقم أربعة ألون الأدوات التي توضع على طاولة الطعام هنا رقم واحد ماذا ترون هنا؟ هنا الطبق أحسنتم هل أضعه على طاولة الطعام يا أبنائي؟ أحسنتم أضعه على طاولة الطعام لأنه من الأدوات المخصصة للأكل والشر اثنين ماذا ترون؟ الكرة أحسنتم هل الكرة من الأدوات المخصصة لطاولة الطعام؟ لا ماذا أستخدم الكرة؟ للعب لا أضع عليها دائرة لأنها ليست من الأدوات المخصصة للأكل والشر رقم اثنين ماذا ترون هنا؟ هنا ماذا ترون؟ هنا جيك الماء أضع عليه دائرة لأنه من الأدوات المخصصة لوضعها على طاولة الطعام أربعا ماذا ترون؟ الملعقة أحسنتم يا أبنائي أضع عليها كذلك دائرة لأنها من الأدوات المخصصة للأكل والشر ونأكل بها هنا الأدوات التي توضع على طاولة الطعام الطبق لدينا ولدينا الجيك المخصص للماء والملعقة نشاط رقم خمسة أرسم خطا أسفل الصورة التي توضح على الترتيب الصحيح لأدوات الطعام عند ترتيبها على الطاولة رقم واحد ماذا ترون؟ ماذا ترون يا أبنائي؟ ماذا ترون؟ هنا لدينا الملعقة والشوكة بشكل غير مرتب بشكل غير مرتب هل هذا التصرف صحيح؟ خاطئ هل أضع عليه دائرة؟ هل أرسم عليه خطا أسفله؟ لا لأنه خاطئ رقم اثنان ماذا ترون؟ رقم اثنان ماذا ترون هنا؟ هنا الأطباق بشكل مرتب ما موجود لدينا هنا لدينا الطبق الكبير والطبق الصغير والملعقة والشوكة والسكين والكأس هنا مرتب بشكل صحيح أضع أسفله خط ولا أضع أسفل الصورة رقم واحد خط لأنها مباثرة لأن الطاولة هنا مباثرة أحسنتم يا أبنائي؟ هل انتهيتم؟ أحسنتم قد وصلنا إلى نهاية درسنا يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات طالب عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على ترتيب طاولة الطعام لا بد أن أوجه الطالب والطالبة على تدريب سفرة الطعام يا أبن قد وصلنا إلى التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية ديسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء